السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام في عالمنا عالم الزراعة الممتع اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل ما نتكلم في أي شيء لا تنسى الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم نتكلم على نبات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نباتنا اليوم هو نبات الدرسينة وهو نبات كثير مميز وشكله جميل وهو من النباتات التي تقوم بتنقية الهواء داخل المنزل وهي لا تحتاج عنائه كثيرة وهي أيضا من النباتات الداخلية الخارجية يعني نقدر نخليها داخل المنزل ونقدر نخليها كمان خارج المنزل بس بشروط إذا داخل المنزل بشرط توفير الإضاءة الكافية إضاءة الكوية وخارج المنزل بشرط أن تتعرض لأشعة الشمس القوية ربما تأثر بها أشعة الشمس ولكن في الشتاء تكون أشعة الشمس عادية فلا تتأثر بها فنبعدها عن أشعة الشمس القوية لو زرعناها مثلا في الحديقة أو في الصيص في البلكون أو في الشرفات فهو يكون نلاحظ أو نراعي عدم تعرضها لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف وأوقات الظهير وهي نبتة كما نرى هذا النبات تقريبا 40 صنف من الدراسينة وهو كما نلاحظ أمامنا هذا النوع وبجنبه النوع الآخر وكلها نبتات ذات شكل جميل ورائع وإلها مميزاتها الكثير الحلوة وهي لا تحتاج إلى العناية الكثيرة فقط بالنسبة للتسميد مرة واحدة شهريا بسمها نبكيه وبالنسبة للرش فيفضل مرة كل شهرين أو عندما نلاحظ وجود آفات مثل العناكب لأنها تصاب بالعناكب ونراعي دائما توفير الجو والرطوبة توفير الرطوبة في الجو لأنها من النباتات التي تحب الرطوبة أيضا وبالنسبة للري فمر ومرارا وتكرارا أكرر بالنسبة لري النباتات لا نسق النباتات إلا حين تجف الترب خاصة الدرسين هي من النباتات التي تتأثر جدا بكسرة المياه فالإفراط في مياه الري يؤدي إلى تعفن الجزور وبالتالي تموت النبت فنراعي ونلاحظ دائما ونتابع في موضوع الري إننا نسقي ثقايا بانتظام ولا نفرط في الري حتى نحافظ على نباتنا ونحافظ على منظره الجمالي وكما نلاحظ في هاي الصورة التي أمامنا البقع الصفراء أو الحروك التي نراها في هاي النبتة صورتها خصوصا لأريكم هاي من عدم الانتظام في الري وهاي أنواع من أنواع الدرسينة كم نوع هما 40 نوع تقريبا هاي الأشكال منها وطريقة التكاثر هي التكاثر بالعقلة الطرفية إما أن نقص العقلة ونضعها في الماء حتى تنبت الشروش أو نزرحها مواشرة في تربة البطموس وإن شاء الله تكونوا استفدتم بهاي المعلومات ولا تنسى الصلاة على النبي واللايك والشير حتى تعم الفائدة ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى أن نلقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة